أنضم إلينا من تلبيب الناطق باسم الجيش الإسرائيلية فخاي أدرعي مرحبا سيدة فخاي هل ستتوغلون بريا؟ نحن في أتوني عملية عسكرية أو حمل عسكرية هدفها عيادة السكان الإسرائيليين للمنطقة الشمال وهذا أحد أهداف الحارب وأضفنا هذا الهدف إلى الأهداف قبل أسبوعين تقريبا ونرى منذ ذلك الحين تصاعدا ملموسا في عملية جيش دفاع التي طالت منشآت لحزب الله قيادات كبيرة حزب الله أخيرها حتى نصر الله اليوم وحديث إسرائيلي واضح بأن كل الوسائل مطروحة على الطاولة لدى إسرائيل الكثير من الوسائل والقدرات بعض منها لم يتم تفعيلها بعد رأينا ذلك على مدار الأسابيع الأخيرة رأينا حزب الله يتعرض للضربات الواحدة والأخرى الأخرى ضربات متناوعة إبداعية بعض منها وحتى الوصول إلى قياداته من المسؤولين العسكريين وصولا اليوم إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إسرائيل عازمة كل العازمة لتحقيق أهدف الحرب وعيادة سكان الشمال إلى بلداتهم ومن أجل ذلك كل الاحتمالات واردة بما في ذلك هذا الخيار نحن نرفع حالة الجهيزية الإسرائيلية لكل هذه الاحتمالات على مدار الأسابيع والأشهر الأخيرة ما أدرس بردك لما تم إقراره قبل ساعتين من خطط بالنسبة للجبهة الشمالية رئيس الأركان صادق قبل ساعتين تقريبا على الخطط العسكرية بما في ذلك الخطط الدفاعية وأيضا الهجومية نحن رفعنا ونرفع حالة الجهيزية أيضا في هذا القطاع في هذا المستوى مستوى العمال البرية يوم أمس الأول استكمل تمرين لمستوى لواء سبع مدرعات لواء كبير خاض قتالا بريا أيضا في قطاع غزة في الأشهر الماضية وانتقل من منطقة الجنوب إلى منطقة شمال وانتشر تم تجنيده تجنيد قوات احتياته وتم إجراء مناورة كبيرة جدا على مستوى اللواء هذا يأتي في سياق الجهود الإسرائيلية لرفع الجهيزية والاستعداد لهذا الاحتمال أيضا ورئيس الأركان يشرف على ذلك بنفسه هل تعتمدون في عملياتكم على الاختراق الذي بات يوصف من داخل حزب الله ما نوع هذا الاختراق ما شكله ما حجمه إسرائيل استعدت لهذه الحرب ولهذه العملية لمدار سنوات ونرى قدرات متناوعة غير مسبوقة التي تستعملها إسرائيل نرى قدرة إسرائيل وتفوق إسرائيلي في الاستخبارات في المجالات العسكرية رأينا ذلك منذ الأشهر الأولى للحرب بتمكننا من رصد الإرهابيين من حزب الله واستهدافهم بشكل مباشر هل كنتم ترصدون المختلفين لحزب الله منذ سنوات نحن نتابع حزب الله على مدار سنوات منذ العام 2006 وانتها حرب منذ ثانية نحن نراقب ونتابع كثب ما يخفي حزب الله ولذلك تمكننا من البصول إلى البيوت التي قام بالتخزين الأسلحة في داخلها لذلك نستطيع البصول إلى قلب الظاهر الجنوبية واستهداف كنت رضوان حتى تقوموا بهذه العملية العسكرية إسرائيل لا تريد الحروب وهذا شيء دائما في العالم العربي يريدون أن يلسقوا لإسرائيل كلمة الحرب كأن إسرائيل لها أطمع في الحرب أو أطمع في الدول العربية وغير ذلك لا نحن نريد سلام نحن نريد استقرار نحن نريد الأمن لكن في نفس الوقت نستعيد لكل الاحتبالات وتباعنا حزب الله رقبنا حزب الله أعدنا له المفاجآت وعندما كانت هناك ضرورة لذلك إسرائيل لمدار الأشهر الأخير لا تريد الحرب مع حزب الله من اختار الحرب وحزب الله في الثامن من أكتوبر إسرائيل حضرت من ذلك إسرائيل حضرت من أن حزب الله يجور المنطقة لتسعيد من كان المتعنت من كان العائق أمام تهديث الأمور كان حزب الله وأميني العام في أي أفق زمني تعتقدون أن أهدافكم المحدثة الجديدة فيما يتعلق بلبنان سيتم تحقيقها؟ نحن نريد تحقيق الأهداف أسرع ما يمكن لكن في نفس الوقت مستعدون لخوض أيضا فترة طويلة من المعارك من الحرب من كل الاحتمالات أنا أعتقد بأن إسرائيل لديها التزام راسخ لمواطنيها هذا التزامنا كدولة ذات سيادة ولذلك نحن نمضي قدما على ذلك لدينا خطة عسكرية كما ترون في الأسابيع الأخيرة هذه خطة متساعدة ملتزاماتك تجاه المدنيين لبنانيين الأبرياء المئات سقطوا إسرائيل وأنا التحديد أشرفت على ذلك منذ تصعيد هذا الموقف حولنا قدر المستطاع تمييز بين الإرهابين وين المدنيين ولذلك قبل أيام قمنا بإنظار سكان منطقة الجنوب اللبناني وقلنا لهم كل من يعرف بأن هناك صواريخ لحزب الله وسل قتالي لحزب الله عناصر في حزب الله داخل بيتها وبالقربنا لي إخلاء هذه المنطقة رأينا حركة نزوح كبيرة جدا رأينا الانفجارات الثانوية الهائلة في البيوت التي تم استهدافها يعني الاستهدافات الإسرائيلية كانت مواجهة بالضقة بعد ذلك انتقالا للبقاء حتى يوم أمس في الضاحة بيروت الجنوبية عندما قمنا قلنا هناك الصواريخ بحرية متطورة استراتيجية لحزب الله أسفل مبالي متعددة طوارات الآن شخصيا هل لديكم تصور عن القيادة التي ستستلم الآن حزب الله أي أسماء ومآلات التصعيد هذا شأن وماذا ليس شأننا لكن في نهاية المطاف إذا أرادت الحكومة اللبنانية أعطيك مثال على ذلك عندما تحدثنا عن مطار رفيق الحرير الدولي ومحاولة إيران نقل الوسائل القتالية إلى حزب الله لتسليحه فنحن تعاملنا مع المحاور البرية خاصة للحدود اللبنانية السورية بسلسلة غارات استهدفت هذه المواقع لنقل والتهريب الأسلحة إلى حزب الله وأيضا مواقع لنتاج التابعة لحزب الله ووجهنا تحذيرا واضحا بأننا لن نقبل ولن نسمح أن يتم استخدام المجال الجوي لنقل الأسلحة إلى حزب الله والحكومة اللبنانية أصرت على ذلك وهذا تصرف مسؤول يعني التمييز بين المرافق المدنية وبين المرافق العسكري لحزب الله ونتمنى أن يكون تمييز بين الإرهابيين وبين المدنين أيضا بهذا المجال شكرا 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 شكرا